اشتركوا في القناة مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسيراج المنير على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم أحبة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من أوصان خليلي وما زل مع الوصية النبوية التي أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه والتي رواها ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال عبد الله ولا تشرك به شيئا قال يا رسول الله زدني قال إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زدني قال استقم ولتحسن خلقك وتحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن الجزء الأول والثاني من الوصية وهي قوله صلى الله عليه وسلم أعبد الله ولا تشرك به شيئا وقوله إذا أسأت فأحسن معاذ رضي الله عنه وأرضاه استزاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الوصيتين فقال يا رسول الله زدني قال استقم ولتحسن خلقك وهذه هي الوصية الثالثة والرابعة أوصاه بالاستقامة فقال استقم وأوصاه أخيرا بحسن الخلق فقال ولتحسن خلقك أما الاستقامة فمعناها أن نسير على الطريق المستقيم الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا نخرج عنه عندما يقال فلان مستقيم هذا معناه أنه مستقيم على دين الله تعالى عامل بشريعة الله سبحانه وتعالى حقا مش مجرد كلام مجرد كلام الشريعة والشرع خط أحمر وكذا وهو ربما في مجمل حياته معيشته مخالفة لهذه الشريعة الشرع في وادي وهو في وادي آخر هذا الصنف ليس من المستقيمين الاستقامة السير على الطريق المستقيم ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سلوك الطريق المستقيم نقول في سورة الفاتحة اهدين الصراط المستقيم في كل ركعة الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم غير المعوج والطريق إلى الله سبحانه وتعالى معنوي وهو السير على دينه وعلى شريعته وهذه الاستقامة التي أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم معاذا ليست من نافلة الأعمال التي إن شاء المسلم أقامها وإن شاء تركها بل هي من فرائض الدين التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن في سورة فصلت قال الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا صريحا واضحا بالاستقامة فقال فاستقيموا إليه واستغفروه بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وهو سيد المستقيمين وأمر بها صحابته الكرام معه في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعو إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت أي استقم على دين ربك واستقم على العمل به واستقم على الدعاء إليه كما أمرك ربك ومن تاب معك يعني من آمن معك فليستقيموا أيضا كما أمروا بعض الناس يبقى يستقيم على هواء وعلى مزاجه وليس كما أمر الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم فسروا معنى الاستقامة بأداء الفرائض جاء عن علي بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا في تفسيرها استقاموا على أداء الفرائض وعمر رضي الله عنه قال استقاموا على طريق الله بطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب يعني مش متلول إذا الريح مالت ما لحيث تميله الشخص المستقيم هو الذي يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى مش من اللي يلفه ويدوره مرة مع الله سبحانه وتعالى ومرة مع الشيطان لا وإنما يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى ويلزم البعد عن طاعة الشيطان هذا هو الشخص المستقيم حقا وهذا هو المراد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له استقم أولى ما يتعاهده الاستقامة أول شيء ترد بالك منه وتفتشه وتنتبه له هو استقامة اللسان واستقامة القلب على التوحيد ومعرفة الله وخشيته سبحانه وتعالى لو استقام لك لسانك بالبعد عن الكلام فيما حرم الله سبحانه وتعالى واستقام قلبك على توحيد الله وتعظيمه وخشيته فأنت فعلا إنسان مستقيم وستستقيم تبعا لذلك جميع أعمالك الأخرى أحبة في الله ويبين أهمية استقامة اللسان وأهمية استقامة القلب الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه معناها سقم لسانك يستقم لك قلبك بإذن الله تعالى وجاء في الحديث الآخر مرفوعا وموقوفا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تكفر اللسان معناها تخضع له وتستسلم فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أخرجه الترمذي واستقامة القلب جاء أيضا في بيانها وأهميتها الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلينتبه المسلم الحريص على الاستقامة إلى لسانه وقلبه ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في هذه الوصية ولتحسن خلقك جاء في رواية في موطة الإمام مالك رحمه الله تعالى أن معاذا رضي الله عنه قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعلت رجلي في الغرز يعني غرز الدابة الراحلة أن قال لي أحسن خلقك للناس وهذا أمر بأن تكون أخلاقه حسنة يعني حتى لو كان الإنسان حسن الخلق فإنه مأمور بالزيادة في حسن الخلق فالكريم يزداد من كرمه والحليم يزداد من حلمه والصبور يزيد في صبره وهكذا وهذا هو المراد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بذلك لأن معاذا رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن أحسنهم أخلاقا كما أنه من أهل الاستقامة ولهذا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوبا عنه إلى اليمن ومع هذا أمره بالاستقامة وحسن الخلق والمراد في حقه وحق أمثاله الازدياد منهما والدوام عليهما وتدارك ما فات منهما حسن الخلق إخوتي الكرام حقيقته كما قال العلماء أن تجتمع فيك ثلاثة أمور من قام بها فقد حسن خلقه قال في بيانها الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه فمن بذل المعروف للناس هذه واحدة ومن كف أذاهم عنه وهذه الثانية وكان طليق الوجه معهم وليس عبوسا وهذه الثالثة فهو صاحب خلق حسن والناس يتفاوتون في حسن الخلق كما أنهم يتفاوتون في الخلق وفي المظهر وفي الشكل أحبتي في الله والنصوص الشرعية التي جاءت في التنويه بحسن الخلق وأهميته في الإسلام كثيرة جدا جاء أن حسن الخلق أكثر أسباب دخول الجنة يوم القيامة نسأل الله يجعلنا وياكم منها في حديث بهريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة فقال تقوى الله وحسن الخلق حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حين توضع الميزان حسنة والسيئات قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق حسن الخلق سبب لمضاعفة الأجر والثواب قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وفي لفظ الإمام أحمد إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل بكرم ضريبته وحسن خلقه حسن الخلق مع القيام بالفرائض صاحبه موعود بالجنة إن شاء الله وسوء الخلق صاحبه متوعد بالنار حتى ولو كان مجتهدا في العبادة جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث بهريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة يعني مرأة إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار فقيل له إن فلانة يعني مرأة أخرى إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط يعني قطع من الجبن المجفف تتصدق به وتتصدق بأثوار من أقط ولا تؤذي أحدا بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة حسن الخلق ضرورة اجتماعية ملحة لا يقوم صلاح المجتمع إلا بها ولا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات وصدق القائل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا متى فقدت الأخلاق من المجتمع أو قلت تفكك المجتمع وتصارع أهله ودبت بينهم الفرقة والمشاكل وخير شاهد على هذا ما نوع تعانيه بلادنا من المشاكل نسأل الله جل وعلا أن يصلح العبادة والبلاد وبهذا نكون أحبة الكرام قد انتهينا من الحديث بشيء من الاختصار عن هذه الوصية النبوية العظيمة التي أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الصحبي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع وصية نوصايا خليلنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة